أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى وانيبوا إليه واثبتوا على دينه واستقيموا إليه فإن دين الله والله دين الحق ووسيلة الصلاح والإصلاح في الدنيا والآخرة واحذروا الزيغ والظلال عن الدين فإن في ذلك فساد الدنيا والدين بل وفساد الآخرة واحذروا الفتن احذروا الفتن ما ظهر منها وما بطن وإن الفتن بالمعنى العام كل ما يصد عن دين الله من مال أو أهل أو ولد أو عمل أيها المسلمون اتقوا فتنة ينتشر شرها وفسادها إلى الصالحين كما أصاب الظالمين احذروا فتنة العقيدة الباطلة والآراء المنحرفة والأخلاق السافلة احذروا كل فتنة في القول أو في العمل فإن الفتن فإن الفتن أوبئة فاتاكة سريعة الانتشار إلى القلوب والأعمال إلى الجماعة والأفراد فتصيب الصالح والطالح في آثارها وعقوبتها عباد الله عباد الله إننا في هذا العصر بما فتح الله علينا من الدنيا فتداعت علينا الأمم من أجلها فاختلطوا بنا كفارا ومنافقين وفاسقين ومفسدين إننا بهذا الفتح الدنيوي لعلى محترق طرق وفي دور تحول نرجو الله عز وجل أن لا يكون تحورا فيا عباد الله عليكم بدينكم على دينكم فاثبتوا ولطريق نبيكم صلى الله عليه وسلم وسلفكم الصالح فاسلكوا يقول الله تعالى في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فهذه عباد الله وصية الله تعالى إليكم أن تتبعوا صراطه المستقيم وأن لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وتجترفكم الأهواء فارويدك أيها المنحدع ارجع إلى دينك ارجع إلى ربك تجد الخير كله في دينك وتجد الشر كله فيما يخالف دينك واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هد محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة فعليكم بالجماعة عليكم بالجماعة وهي أن تجتمعوا على دين الله ولا تتفرقوا فيه ومن ذلك أن تجتمعوا على الصلوات الخمس في المساجد فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر